بعدما عرفوا بأنهم من أكثر جنسيات العالم إقبالاً على السياحة في الخارج يبدو أن واباء كوفيد-19 سيرغم الألمان هذا العام على تعديل وجهات سفرهم للتمتع بزيارات داخلية واستكشاف معالم جديدة داخل حدود بلدهم مع شمس ساطعة وأطفال يلهون على الرمل وأزواج يتناولون المثلجات خلال التنزه بدأت بشائر العطلة الصيفية في منطقة بنز الساحلية رغم أن الحرارة لا تزال تسجل 17 درجة مئوية لا تعلم أين سيسمح لك بالذهاب لقضاء عطلتك كما أن ألمانيا جميلة حقاً ورغم أن نصف الألمان يفضلون تنضية عطلة الصيف في البلدان الأوروبية الأخرى كان أكثر من ثلث هؤلاء يفضلون السياحة الداخلية قبل تفشي فيروس كورونا المستجد وفق إحصاءات رسمية إلا أن هذه الظاهرة سجلت زخماً كبيراً هذا العام لن نسافر إلى الخارج هذا العام ببساطة لأننا نشعر بالأمان هنا ورغم استعداد ألمانيا لرفع التحذيرات بشأن الرحلات السياحية إلى بعض البلدان الأوروبية اعتباراً من منتصف حزيران يونيو لا يتوانى المسؤولون السياسيون عن تكرار التنبيه إلى المخاطر المترتبة على الصفر وبعد إعادة حوالي 240 ألف ألماني إلى ديارهم في الأسابيع الأخيرة حذرت الحكومة من أنها لن تنظم عملية مشابهة بهذا الحجم والكلفة في حال تسجيل موجة ثانية من الفيروس ترجمة نانسي قنقر